الحمد لله رب العالمين في السماوات العلا في البر والبحر وفي كل الدنى ندعوك بكل صدق فأنت ربنا أن تحفظ بلدنا مصر فليس لنا إلا مصرنا أبناء وبناتي طلاب وطالبات الصف الأول السنوي الأعزاء أهلا بكم ولقاء متجدد مع سر التفوق سر التفوق وصل اليوم إلى محطته الأخيرة ومراجعة ليلة الامتحان اليوم مراجعة نهائية لمادة اللغة العربية وقبل أن نبدأ في المراجعة أوجه الشكر لكل طلابي وطالباتي المتميزين والمتميزات من طلاب سر التفوق وقناة مصر التعليمية أحيانا أشاهد الطلاب وهم يعلقون تعليقات تدل على وعي بعد مشاهدة الحلقات وأحيانا تكون هناك تعليقات من وجهة نظر شخصية فلا ألتفت إليها منعا لإحراج الطالب أو الطالب ولكن تستوقفني أحيانا بعد التعليقات التي تدل على وعي الحلقة الماضية حلقة الأحد القادم السؤال رقم 15 كثير من الطلاب علق بأن السؤال 15 به تباق إجابة وتباق سلب بالفعل هي إجابة صحيحة هو فيه تباق سلب كان موجود بين تشقى لا تشقى البلاد به اللي هي لا تشقى وبين يشقيها ده تباق سلب فعلا وكان فيه ما بين الجماعة والفرد ده تباق إجابة وطبعا بشكر زملائي على تفاهمهم أن هم بيقوا فاهمين المنهج معانا عشان كده لما بيجي يحلوا بيقدروا يطلعوا إجابات كثيرة فالإجابتين فعلا صح اللي هي تباق الإجاب والتباق السلب نبدأ بقى في حلقتنا النهاردة نبدأ في النموذج بتاعنا نموذج الامتحان كالعادة 35 سؤال كالعادة بيتخللوا أسئلة بلا ترقيم بيبقى هدفها زيادة الأسئلة الإسرائية للتدريب وخاصة هكتر شوية في أسئلة الكناية وأسئلة المجاز المرسل على أساس أن هم هزان الدرسان المقرران في الفصل الدراسي الثاني نشوف كده النموذج بتاعنا الامتحان بتاعنا بيقول في حياتنا الآن دي الكراءة المتحررة ما يسمى بالعالم الافتراضي ويستخدمه الكثيرون فتستخدمه شركات الطيران للتدريب فيما يشبه محاكاة الطيران حيث يرتدي المتدرب سماعة ونزارة فيرى العالم من حوله وكأنه يطير ويهبط ويقلع وإذا تعرض لموقف خطر يشعر به كأنه حقيقة وتظهر له الصورة كأنه في الواقع ولو افترض أنه في غابة فإنه يرى الأشجار وتحاكي النظارة التصوير بسرعة حركة الشخص لكي تجعله يتخيل أنه وقعي لقد سمم العالم الافتراضي لكي يعيش الإنسان في أي واقع يريده ويندمك فيه وينسجم معه ويجب على الإنسان أن يتعامل مع هذا العالم بحذر لأن بعض الناس وخاصة الأطفال قد يلجأوا إليه للهروب من الواقع ومشكلات حياتهم فيسدب لهم ضررا كبيرا القطعة دي قطعة معلوماتية بتتكلم عن العالم الافتراضي تعال نشوف الأسئلة بتاعتنا الفكرة الرئيسة في هذا الموضوع عايزك بس يتبقى متفهم عشان خاطر تبقى عارف الأسئلة ما بيجيش بالشكل دوت أن يجيب لك العالم الافتراضي وحط نقط لا ده احنا عشان بس نختصر وقت الكتابة هي المفروض يقول لك كده ميز الفكرة الرئيسة في هذا الموضوع مما يلي ويقول لك العالم الافتراضي تطوير للواقع العالم الافتراضي محاكات للواقع العالم الافتراضي تجميل للواقع العالم الافتراضي دليل على التخلف بس احنا عشان ننجز في وقتنا بنعملها بالشكل ايه دوت بس هي هي في الحالتين كلمة العالم الافتراضي هتتقرر مع كل واحدة طب هو تطوير الواقع هو العالم الافتراضي ما بيتورش ده بيجيب لك الواقع زي ما هو طب محاكاة للواقع يعني تقليد ليه اه اكيد هي ديت تجميل لا اه دليل على التخلف يبقى هي محاكاة للواقع سؤال الثاني تشير الفقرة الى ان اكثر الناس عرضة للمخاطر قبار السن ولا مرضى الاكتئاب ولا الاطفال ولا الشباب هو الكاتب حذرنا هنا من التعامل مع العالم الافتراضي لان احيانا بيلجأ الانسان ليه للهروب من مشاكله وخاصة مين وخاصة الاطفال فقالك هما دولة اكتر الناس ممكن يتعرضوا للايه للدرر يبقى اكثر الناس عرضة للمخاطر هنا مين الاطفال كلمة محاكاة الواردة بالف smack ده سؤال المراضف سؤال المعاني مراضفها محاكاة يعني تقليد ولا تمديد ولا تهديد ولا تقييد لا تحكم الا من خلال السياق نجيب السياق بيقول تستخدمه شركات الطيران للتدريب فيما يشبه محاكاة يبقى كلمة محاكاة ديت محاكاة الطيران يبقى لو رجعنا كده هنا يبقى تقليد يبقى انت المحاكاة معناها ايه تقليد في العالم الافتراضي نشعر ان المحاكاة كأنها ايه بقى حقيقة يعني حقيقية ولا كأنها متخيلة ولا مستحيلة ولا الاولى والثانية احنا عارفين على مستوى الواقع هي متخيلة ولكن انت بتشعر بايه شعورك بايه وانت لابس النظارة بتاعة البعد الثالث او الجهاز اللي انت بتستخدمه ودخلت فيه العالم الافتراضي شعورك ايه تعال نشوف الفكرة بتقولي ايه الفكرة بتقولي ايه تستخدمه شركات الطيران للتدريب في ما يشفي حيث يرتدي المتدرب سماعة ونظارة فيرى العالم من حوله وكأنه يطير ويهبط ويقلع واذا تعرض لموقف خطر يشعر به كأنه حقيقة خلاص يبقى هنا ايه يبقى هنا حقيقية المحاكاة بتشعر كأنها حقيقية طيب ينصحنا الكاتب بضرورة التعامل مع العالم الافتراضي بتوسع يعني نوسع من التعامل معه ولا نتعامل معه بحذر ولا بستهتار ولا بستمرار الحكم في الفكرة هو قال هنا نتعامل مع هذا العالم بايه بحذر وطبعا قال لنا السبب يبقى يتعامل بحذر من تطبيقات العالم الافتراضي استخدام المحاكاة في ايه في الالعاب الالكترونية اه يا استاذ انا بشوف العاب الالكترونية بتقعد على مثلا لعبة اللعبة ديه لعبة قيادة سيارة فبتقعد في شكل بتقعد فعلا في اللعبة في الكرسي على شكل سيارة وفعلا في المقوط بتاع السيارة وفي الدوسات بنزيم الحاجات دي وتقعد تلعب اللعبة ديه اه والعاب كتير اخرى يبقى مستخدم في الالعاب الالكترونية تعليم القيادة اه ما احنا اتفقناه اذا كان هو بيدربهم على محاكاة الطيران يبقى اكيد برضو فيه تدريب على تعليم القيادة التوازن البيئي طبعا ما قالوش علاقة الاولى والثانية يبقى هي الاولى والثانية لالعاب الالكترونية وتعليم القيادة استنتج من خلال فهمك ده السؤال المقالي اللي بيبقى عليه درقتين في الغالب ممكن يبقى مطلوبين اتنين او مطلب واحد مكوم مثلا من جزئيتين ما يدل على ان العالم الافتراضي سلاح زو حدين يعني سلاح زو حدين ده يعني حاجة نفعة وحاجة ضرة هتيجي في الفقرة هتلاقي ليكلمك انه بتستخدمه شركات الطيران للتدريب على الطيران من خلال محاكاة الطيران صح تمام وفي الاخر خالص بقولك ان البعض بيستخدمه للهروب من واقع حياته فممكن يسبب له اضرار يبقى هنقوله لانه قد يستخدم لنفع الانسان كما تفعل شركات الطيران في برنامج محاكاة الطيران للتدريب وقد يسبب الضرر من خلال طبعا ان بيلجأ اليه الكثير وخاصة الاطفال للهروب من واقعهم ومشكلات حياتهم فيسبب لهم ضررا كبيرا طيب هنا القطعة الثانية بتبقى قطعة في الغالب ادبية ممكن تبقى قصة على حسب بتتكلم عن شخصية او قطعة ادبية من اي كتاب ادبي مثلا لكاتب ادبي مشهور مش هتفرق بالنسبة لنا احنا كده كده اتفقنا ان احنا بنناقش افكار ما بنناقشش قطع بعينها لان انت مش عارف القطعة اللي هتيجي ازاي القطعة دي طبعا الخط صغير نكبرها بحيث الفقرات بتاعتنا اول فقرة بتقول قال احد الحكماء اصل المحاسن كلها اصل المحاسن كلها القرم واصل القرم نزهة النفس عن الحرام وسخاؤها بما تملك على الخاص والعام وجميع خصال الخير من فروعه والقرم من الاخلاق العريقة التي الفها منذ الازل اصحاب النفوس العظيمة فهو دليل الرفعة والفخار وفي فقده كل مزمة وعار لقد كان القرم من ابرز الصفات في العصر الجاهلي فكان العرب يتباهون بالقرم والجود والسخاء ويصفون به عظماء القوم واشتهر بعضهم بهذه الصفة الحميدة حتى صار مضربا للمثل وقد كان القرم العربي له عدة دوافع واسباب منها اولا طبيعة الحياة الجغورفية حيث كانت البيئة العربية صحراء قاحلة وكان سكانها من البدو في ترحال مستمر فرارا من الجدبي وبحثا عن موارد المياه والكلاء وتلك البيئة جعلت العربية يدرك كيمة تأقرة الضيف يعني اطعام الضيف وإكرامه ثانيا طبيعة الحياة الاجتماعية حيث انتشر في البيئة العربية حب الفخر والتباهي بخصال القرم والسخاء فأحب العربية أن يرتبط ذكره بما أحبه الناس من تلك الخلال الكريمة من وقت الالتاني كده بنحب نجيب فكرة أو نجيب قطعة طويلة عشان تتعود على قطع الامتحان وأن انت يبقى عندك أكتر من فكرة والأسئلة ما بنتركس على جزء معين العنوان المناسب للفكرة الأولى يبقى لازم نرجع للفكرة الأولى هل هو القرم صفة حميدة ولا خصال حميدة ولا القرم أصل الفضائل ولا كرماء العرب نجي للفكرة الأولى مشان لها اتكلمت عن أي حد من القرماء ولكن هي اتكلمت على أن القرم أصل المحاسن كلها ونزهت النفس وسخاءها بما تملك لو رجعنا للاختيارات كده بتاعتنا هنلاقي هنا أنسب اختيار اللي هو القرم أصل الفضائل لأن القرم صفة جميلة دي فكرة جزئية وخصال حميدة ممكن تكون فكرة جزئية لكن القرم أصل الفضائل ده الفكرة أو ده العنوان المناسب اللي يشمل الفكرة كلها هتبقى إيجابته القرم أصل الفضائل سؤال رقم 9 ميز مما يلي مفهوم القرم عند الحكيم الحكيم قال لنا إن القرم نزهت النفس عن الحرام وقال سخاء النفس بما تملك وقال أصل كل الخصال نعم يبقى كل ما سبق وهي الدليل هو في الفكرة أصل المحاسن كلها وقال عليه نزهت النفس عن الحرام وقال سخاءها أو سخاءها بما تملك على الخاص والعام يبقى كل ما سبق عبارة منذ الأزل يعني ما جاء أقول لك ده أنا أعرف فلان منذ الأزل دي تعني العراقة والقدم ولا الحداثة والمعاصرة ولا التحضر والتطور ولا السبات والجمود طبعا هنا هي معناها عرفه منذ الأزل واحد يقول لك يعني السبات والجمود يعني أنا ثابت على علاقة بيه ومتمسك بيه لا هو المقصود هنا منذ الأزل دي ما يقول لما جاء أذكرها ما أذكرهاش على جمود أذكرها على عراقة أذكرها على أصالة أذكرها على قدم يبقى العرقة والإيه والقدم مراد في كلمة يتباهون الواردة في الفكرة الثانية يتوضعون ولا يتقبرون ولا يزهون ولا الأولى والثانية طب ازاي يتوضعون ويتكبرون يعني طبعا الأولى والثانية دي مستبعدة تعال كده نشوف هنا فكان العرب يتباهون يتباهون هنا يعني يتكبرون لا خد بالك هنا يتباهون بنفسهم يعني يتفخرون بنفسهم يبقى هنا أصح في الإجابة هنا يزهون هي الإجابة بتاعتي سؤال رقم 12 استنتج من الفكرة الثالثة كانت ترحال العرب بسبب طبيعة طبيعة إيه بقى حياة كتماعية أنا بقول لك من الفكرة لإيه الفكرة الثالثة يبقى لازم تجيب الفكرة الثالثة حياة سياسية حياة جغرافية نفس بشرية من غير ما تجيب الفكرة أي تنقل وأي ترحال هو ممكن يكون بسبب حياة سياسية خلي بالك يعني ممكن يبقى فيه اضطهاد سياسي فيخليك ان انت تسيب المكان حياة اكتماعية ممكن اه بسبب حياة اكتماعية ممكن تحس في المكان ده ان انت الدخل بسيط فتسافر عشان خطر تروح مكان فيه دخل ايه كبير النفس البشرية ممكن عشان فيه ناس بتحب تسافر الطبيعة الجغرافية اه وهو دوت اللي ممكن نشوفه في الفقرة بيقول حيث كانت البيئة العربية صحراء قاحلة وكان سكانوها من البدو في ترحال مستمر فرارا من الجد طلعوا مننا عارفين ان العرب كانوا كثير التنقل والترحال بحثا عن العشب والماء يبقى الاجابة طبيعة الحياة الجغرافية السؤال المقالي استنتج من الفكرة السالسة برضو الفكرة السالسة يبقى لازم اتجه الى الفكرة السالسة كيف كانت الحياة الاجتماعية دافعا للكرم ببساطة ما هو الحياة الاجتماعية خلتهم عندهم كرم حتى ولو مصطنع ازاي هو العربي كان بيتفاخر عنده حب الفخر والتباهي صحي كده طيب فعايز هنا بيتباهى ان هو انسان كريم انسان سخي فعايز اسمه يرتبط ذكره او يرتبط ذكر اسمه بحاجات ايه حميدة فبالتالي اتجه للايه للكرم يعني مش كل القرماء كانوا قرماء طبعا او خصالة ولكن بعضهم كان يعني كريم استناعا فهنا العربي كان بيحب ان يرتبط ذكره بما احبه ليه لان كان منتشر حب الفخر طب حب الفخر ده طبيعة ايه طبيعة اجتماعية انتقلنا كده لفرع جديد فرع النصوص يقول حافظ ابراهيم يا استاذ انت بركز على حافظ ابراهيم الحلقة المدية حافظ ابراهيم الحلقة مفيش مشكلة احنا خدنا حافظ ابراهيم الحلقة المدية وخدنا قبل كده للشعر ابن الرمي دول الشعراء اللي احنا درسنا لهم شعر وكان المفروض هنجيب النهاردة حاجة عن شعر حديث ولكن النص بتاع الشعر الحديث اللي هو باسم الشهداء هذا النص قد تم ايه تخفيف المنهج ودي حاجة كويسة طبعا فبالتالي مش هنجيب شعر حديثي بقى نرجع نركز على مين هنركز على حافظ ابراهيم ثاني قال ايه وَأَدِيبُ قَوْمٍ تَسْتَحِقُ يَمِينُهُ قَطْعَ الْأَنَامِلِ أَوْلَظَ الْإِحْرَاكِ يَلْهُ وَيَلْعَبُ بِالْعُكُولِ بَيَانُهُ فَكَأَنَّهُ فِي السِّحْرِ رُقِيَ تُرَاكِ فِي كَفِّهِ قَلَمٌ يَمُجُّ لُعَابُهُ سُمَّاً وَيَنْفُسُهُ عَلَى الْأَوْرَاكِ حافظ ابراهيم بيتكلم هنا على أدباء السوق كتاب السوق الذين يتاجرون بالكلمة ويوجهون في كلماتهم سماً ذعافاً هنا بيتكلم بيقول إن في أحد إن بيتكلم عموماً الأديب اللي كلمته بتضر الناس اللي كلمته بتبقى موجهة يستحق قطع يديه أو يحرق في النار لأنه يلعب بالكلمات وبفصاحته وكأنه يسحر عقول الناس ويمسك قلماً بدلاً من المداد تجد لعاباً يبص سماً اللي هي الكلمات بتاعته وينفسه على الأوراق أكيد طبعاً هنا هو ما بيشكرش في الراجل ولا بيذكر صفاته الحميدة يبقى الغرض اللي بتنتمي إليه الأبيات هنا أو إليه الأبيات مش الرساء طبعاً ولا الاستعطاف ولا الغزل هو الهجاء يبقى غرض الهجاء هنا هو الغرض اللي بتنتمي إليه الأبيات وأديبوا قوم تستحقوا يمينوه قطع الأنامل أو لزل إحرق دايماً السؤال رقم 15 كده يبقى فيه مشكلة قطع الأنامل نوع الخيال فيما تحتها خط إيه خد بالك إلا هنا لما يجيب لي جملة يبقى الترتيب أو التفكير الأساسي يبقى في الاستعارة في التشبيه في الكناية زي ما قلت لكم لو لا الذي غرس الشتاء غرس الشتاء بكفيه دي استعارة مكنية لكن لو جي قالك كفيه لوحدها فديت مجاز مرسل عن اليد هنا بيقول قطع الأنامل هدور مش تلاقي فيه تشبيه ولا فيه استعارة ولا فيه كناية يبقى في الحالة دي ممكن نتوجه بقى للمجاز المرسل لو فيه كلمة قطع الأنامل انت هتقطع صوابع وقت ولا هتقطع ايدي كلها هو يقصد قطع اليد الأصابع أو الأنامل جزء من الإيه من اليد يبقى هنا مجاز مرسل عن اليد علاقته الجزئية 16 يلهو ويلعب بالعقول بيانه فكأنه في السحر روك يتراكن سؤال برضو جديد وحلو البيت مؤكد باستخدام إيه الترادف والفعل الماضي يبقى دور كده فيه ترادف آية أستاذ يلهو ويلعب تمام طيب يبقى كده معنا ترادف يبقى الجملة بتاعت القصر فقط دي هستبعدها طيب ترادف وفعل ماضي ما فيش فعل ماضي في الفقرة خالص لأن يلهو يلعب با ايه مدارع ماشي طيب يبقى كده استبعد الدية ترادف فقط طيب نشوف الترادف والقصر هندور كده هنلاقي بقول يلهو ويلعب بالعقول بيانه هي أصلها يلهو ويلعب بيانه بالعقول فكأنه في السحر روك يتراكن هي أصلها فكأنه روك يتراكن في الايه في السحر يبقى فيه قصر هنا تقديمه تأخير يبقى بالترادف والقصر في كفه قلم يمج لعابه سما جميل اوي السؤال دوت هنا القلم بيبخ بقى عايز يقول كده هو القلم في لعب اكيد لا اللعاب ده يا استاذ يقصد به المداد او الحبر الموجود في داخل القلم ويبص سما هو القلم بيطلع سم ولا بيطلع كلمات بيطلع كلمات بيبص كلمات يبقى ايه زي هنا بالضبط كأنه صور الحبر او المداد باللعاب وصور ايه كمان صور الكلمات كأنها سم لا في حبر ولا في كلمات يبقى فيه عندي هنا المشبه به فقط يبقى ايزا هنا دي غلط صح تبقى دي استعارة تصريحية فيه في الاختيارات نشوف كده استعارة مكنية ولا استعارة تصريحية ولا تشبيه بليغ ولا تشبيه مجمل هتبقى الاجابة بتاعتي اكيد استعارة تصريحية سؤال رقم 18 لا دا مش 18 لان النصوص بتخلص عند 17 يا استاذ اللي هي النص الشعري 18 دا نص ناسري اه ماشي طيب هنا الابيات السابقة تعكس الخصائص الفنية لشعر حفظ براهيم دا سؤال مكرر من الحلقة المادية مش كده مش هتطلو تركيم لانه هو مجرد للتسكرة هنا اجيب الفكرة كده وابص وطبعا انا حفظ براهيم دارس خصائصه الفنية وموجودة عندي في كتاب المدرسة الاقي واحدة الموضوع فصحة الالفاظ وبعدها عن الغرابة روعت التصوير الالتزام بالوزن والقافية الوحيدة عدم تكلف المحسنات البديعية نيجي للقطعة النسرية عجبتني القطعة النسرية بتاعت الحلقة الماضية اللي جبناها في الكراءة اللي هي من كتاب المنفلوتي لماذا؟ لاني ما بصيت في القطعة كتحليل هو ده نص ده نص ادبي اصلا لقيت في القطعة في حاجات مهمة جدا تستحق ان احنا ايه ناخدها كمظاهر جمالية سلام عليكم معانا هاجر من فيوم الزاكي هاجر راحت هاجر نستنى هاجر ما ترجع طيب بيقول افضل ما سمعته في باب المرؤة والاحسان ان امرأة بائسة وقفت ليلة العيد بحانوت تماثيل في باريس يتركه الناس لابتياع اللعب لاطفاله فوقعت عينها على تمثال صغير من المرمر وابتهجت بمرآه لانها كانت تنظر اليه بعين ولدها الصغير الذي ينتظر عودتها اليه بلعبة العيد كما وعدته فاخذت تساوم صاحب الحانوت والرجل يغالي به مغالا شديدا حتى علمت ان يدها لا تستطيع الوصول الى ثمانه وانها لا تستطيع العودة بدونه فساقطها الدرولة الى ان تمد كفها خفية الى التمثال فتسرقه من حيث تظن ان الرجل لا يراها وكان صاحب الحانوت من اليقظة وحدة البصر بحيث لا تفوته معرفة ما يدور بحانوته القطع ديها شباب بتجمع ما بين المتعة في النص الادبي وتجمع ما بين الاسئلة او الاستمتاع بالاسئلة الجميلة طبعا احنا نقضنا القطع دي مبارح او في يوم الاحد الماضي واتكلمنا عن سلبيتها ان المرأة سرقت التمثال هنا احنا بناخدها كنص مشان نتناول الجوانب ديات خالص يتركه الناس لابتياع اللعب لاطفاله يعني الدكانة دي الناس بتروحها لماذا لابتياع اللعب لاطفاله يبقى علاقة ما تحته خط بما قبلها تعليل ولا تفصيل ولا نتيجة ولا توضيح طبعا واضح انها ايه انها تعليل لما قبلها لان لابتياع دي يعني علشان تشتري اللعب لاطفالها حتى علمت ان يدها لا تستطيع الوصول الى ثمانيه سؤال جميل اوي عرفت ان ديها مش هتقدر توصل لتمن اللي ايه التمثال ده نوع الخالف ما سبق ايه هنا مجاز مرسل ولا كناية ولا تشبيه ولا استعارة خد بالك الاوقع هنا والاوضح هنا ان يدها لا تستطيع الوصول الى ثمانيه الاوقع هنا ان هي تبقى كناية هي على فكرة هي تحتمل كذا حاجة بس السؤال ده انا جايبه خصيصا عشان اقول هنا كناية عن عدم المقدرة المادية كناية عن ايه عدم المقدرة المادية يبقى الاجابة كناية طيب سؤال اللي بعده بيقول فساقطها الضرورة الى ان تمد كفها سؤال جميل من غير تركيم لانه يعتبر سؤال اسرائي تمد كفها الى التمثال طبعا اكيد هي مش هتدوس على زرار كفها يطلع يجيب التمثال ويرجع تمد كفها دي يعني تمد يدها اذا هنا الكف جزء من اليد يبقى هنا مجاز ايه مجاز مرسل عن اليد طبعا علاقته الجزئية سؤال تاني يقصده الناس لابتياع اللعب المراد هنا بكلمة ابتياع هي النصوص بيجي فيها معاني يا استاذ اه النصوص بيجي فيها معاني فيش مشكلة المراد بكلمة ابتياع بيع ولا عرض ولا اقتراض ولا شراء هنا ابتياع اللعب يعني ايه يعني شراء ما تتخدعش في كلمة ابتياع ان فيها كلمة ان جاية فيها مادة باعة فتفتكر ابتياع يعني ايه يعني تبيع لا ابتياع هنا يعني شراء سؤال اللي بعده فوقعت عينها على تمثال حلو قوي ما تحته خط مجاز مرسل خلاص انا سهلت عليك علاقته ايه هي برضو زي ما قلنا من شوية هتدوس على زرار كفها يطلع يجيب التمثال ويرجع كذلك وقعت عينها وايه واقفة كده العين هي اللي هتروح للايه للتمثال لا اكيد العين هتطلق شعاع اللي هو البصر يبقى ايزا عينها هنا المقصود بيها ان هي مجاز ايه مجاز مرسل مجاز مرسل على ايه عن الرؤية عن الابصار ايه علاقة العين بالابصار او الرؤية هي سبب يبقى علاقته السببية نوعنا في المجاز المرسل كتير في الايه في الحلقة دي عشان خاطر هو يعتبر حاجة او درسي من الدروس اللي ايه بتصعب على ابنائنا شوية استخراجها هل تتوقع رؤية صاحب الحانوت للام وهي تصرق التمثال يعني انت لو قريت الفقرة كده انا ما جبتش سؤال هنا مقالي على الخصائص الفنية والحاجات ليه لان درس المقال مش مقرر علينا في الادب فبالتالي مش هنجيب عليه اسئلة فجبنا سؤال مقالي تاني ايد اجابتك بدليل من الفقرة نجي بالفقرة اللي في الاخر وكان صاحب الحانوت من اليقظة وحدة البصر بحيث لا تفوته معرفة ما يدور بحانوته لبالتالي هيعرف لان الراجل كان مركز جدا وعارف ايه اللي بيحصل في الدكان بتاعه طيب هنا الاجابة بتاعته نعم اتوقع ان يراها لانه او فقط كان صاحب الحانوت من اليقظة وحدة البصر بحيث لا تفوته معرفة ما يدور بحانوته كده قطع نشوط كبير في الامتحان خد بالك خلصنا القراءة المتحررة النصوص المتحررة وطبعا القراءة المتحررة والنصوص المتحررة بيوازوا كم درجة يوازوا خمسة بالزبط كده خمسة وعشرين درجة من درجات الامتحان يعني نص الامتحان بعد كده بيجي لي بقى الأدب والبلاغة والنحو والتعبير لا بدك تستهون بأي حاجة لأن الربع درجة بيفرق نص درجة بيفرق معنا نشوف كده معنا بنتنا هدى من سوهاك سلام عليك يا هدى من سوهاك سلام عليك يا هدى وعليك مساء الله وبركاته ازايك عاملة ايه؟ الحمد لله خلصت مذاكرة؟ ايوة طيب متابعان ومستفيدة من الحلقة؟ بابعا طيب عنديك اي حاجة ولا تحب تشاركي معايا؟ عندي سؤالين تفضلي بس عشان عايزين ايه؟ يعني نشوف كده اللي نقدر ناخده منهم يا هدى تفضلي ماشي الدنيا مسنها وجمعها الدنيا مسنها وجمعها وجمعها حلو اوه الدنيا خدي بالك الدنيا هنا اسمه مكسور صح؟ ايوة انا لما هسنيها وهجمعها هجمعها جمع مؤنس جمع مؤنس الالف بتاع الدنيا هنا سالسة ولا اكثر من سالسة؟ دنيا أكثر ثلاثة لا الدنيا ده النون يا أكثر حلو أو القاعدة بتقول تقلب يا تقلب إيه يا يبقى الدنيا هيبقى في كمان يا يبقى في 2 يا وزودي بقى الالف والنون مرة ومرة تانية تبقى الإيه الالف والتا تبقى الدنيايان أو الدنيايات ماشي ده السؤال الأول سؤال الثاني في قول الشعر يا صاحبي يبقى غرضوه الإنتماس ولا النصيحة ولا التنبيث لا أنا مش سمع أي حاجة قول الشاعر ايه? يا صاحبي. يرفع حزائه? يا صاحبي. مش مش سامعها مش وصلالي. يا صاحبي. يا صاحبي. اه ندأ غرضه الالتماس. 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 يا صاحبي للالتماس. يا صاحبي تقصي نظريكما. صحي كده? ايوة. اه يا صاحبي هنا يبقى ندأ للايه? للالتماس. ونجيب لابنائنا كده عشان ما شافوش الدنيا. جمعها الدنيايات والدنيايات. شكرا لك يا هدى وتابعينا الاخر الحلقة. طيب. نشوف كده. يقول بشار ابن برد ابا جعفر ما طوله عيش بدائم ولا سالم عما قليل ولا سالم عما قليل بسالم. البيت ده خدعة اخلي بالك. هو بقول لك يمثل البيت غردا شعريا متطورا في العصر العباسي. عايزك تركز معاها او في الحتة دي. هو بيقول ابا جعفر ما طوله عيش بدائم. يعني ايه بيكلم الخليفة. خد بالك. الخليفة ابو جعفر المنصور يعني بيكلم خليفة. وبيقول له ان محدش هيعيش طول العمر. ولا سالم عما قليل بسالم ولا حد هيفضل سليم طول العمر. البيت ده لما يتقال ممكن يكون فيه غرض من اغراضه حكمة غرض من اغراضه زهد. بس هنا اخد بالك هو وجه لك الكلام. قال لك ايه? قال لك غرض شعري متطور. طب هنا هو بيمدح الخليفة ما اعتقدش انه بيمدحه وبيقول له خلي بالك. خد حذرك. محدش بيعيش طول العمر يبقى مفيش متح. وما فيش غزل. صح ما انا بجيب الاغراض المتطورة. اللي هي الفخر والمتح والغزل. والايه? والهجاء. هما المفروض خمس. والرساء. خمس اغراض. يبقى ما يمشيش في دول خالص غير غرض الهجاء. وهو بالفعل كان يهجل خليفة ابو جعفر الايه? المنصور. بقصيدة هذا البيت ايه منها? يبقى هذا البيت يمثل غرضا متطورا اللي هو الهجاء. السؤال ده انا بعتبره صعب. بس انت لما تيجي تحط في ذهنك الاغراض المتطورة اللي هما الخمسة مش هتلاقيه ولا فخر ولا متح ولا غزل ولا رساء. يبقى ما فيش غير الايه? غير الهجاء. هتقول لي يا استاذ ما في ناس كانت بتكلم الخلفاء وتنصحها? اولا احنا ما عندناش غرض النصح من الاغراض المتطورة. ثانيا نصح الخلفاء ده لم يكن الا للخلفاء اللي هما كانوا يتقبلوا النصح زي الخليفة عمر بن الخطاب زي الخليفة عمر بن عبدالعزيز اللي هما طبعا اللي لقبها بخامس الخلفاء الراشدين. صحون تسافر فيها العيون وتحصر من بعد اكتارها وقبة ملك كأن النجومة تفضي اليها باسرارها. اه هنا ده بيتكلم عن غرض جديد. الاغراض الجديدة برضو بتعرفها كده بالاحساس. ما فيش غير غرضين. وصف الطبيعة الغناء ووصف الدور والكسور. هنا طبعا ما بيوصفش خالص طبيعة غناء. يبقى وصف الدور والايه? والكسور. وده ازدهر بسبب الازدهار الحضري. لو تأثر العرب بالفرصة في بناء الايه? الكسور. دلل على نزعة التطور في شعر احمد شوقي. سؤال دوت في ايه? في ظاهره الرحمة وفي بطنه العذاب. السؤال يبان انه هو مباشر لكن لازم انت تفكر شوية هتجيب قاني جزئية في السؤال. دلل يعني هات الدليل على نزعة التطور في شعر احمد شوقي. ما تروحش تقول لي بقى تتعلم في فرنسا اصله عامل. لا. تجيب لي الدليل اللي يثبت ان هو اتطور فيش. ان هو ايه? اتطور. ان شعر بتاعت غير. تجيب بقى ايه? اللي هي المظاهر اللي هي? بتقول ايه? عدل عن المديح واتجه الى التاريخ في قصيداته كبار الحوادث في واد النيل. نظم شعرا في الاسلاميات ووصف المنجزات المصرية او العصرية الحديثة عدل عن وصف الناقة ووصف السفن. دي اسئلة الادب. سؤال البلاغة يقول الامام الشفعي. الظهر يوما ذا امن وزا خطر. وزا خطر. والعيش عفوا وزا خطر. والعيش عيشان ذا صف وزا قدر. اما ترى البحر تعلو فوقه جيف. وتستقر بأكس قاعه الدرر. وفي السماء نجوم لا عداد لها. وليس يكسف الا الشمس والقمر. هو عايز يقول لك لا تتعجب انها ارادة الله. ارادة الله سبحانه وتعالى. هو عايز يقول لك كمان خد بالك الحياة بها الخير وبها الشر. بها الحسن وبها السيء. فلازم تعود نفسك على انها ايه? تتقبل الوجهين. الوجه القبيح والوجه المليح. فبيقول لك ان الايه? ان الزمن كله مش كله ايه? خير. ومش كله شر. مش كله حلو ومش كله مر خليط. من ايه? من ده وده. وجاب لك امثلة. قال لك بص في البحر كده. لو في جسة حد مات وغرق في البحر او في النيل او في اي حاجة هتلاقي الجسة التعوم. لانها اصبحت جيفة هتعوم على ايه? على السطح. وتعالى كده بقى فقاعه هتستقر الايه? اللقالق. يعني البحر فيه الحلو وفيه ايه? الوحش وهكذا. طيب. هنا طبعا الشعر واضح ان هو فيه نوع من الحكمة. يبقى اما طرف البحر تعلو فوقه جيف وتستقر باقصى قاعيه الدرر. ده اسلوب ايه? خد بالك. انا هتطلق علامة استفهام. بس مش هي السبب. اما ده استفهام منفي. يعني بقولك هو انت مش شايف البحر. في كذا. طب استفهام بقى هنا يبقى المفروض هستبعد كلمة خبري. لان الاستفهام ما ليس من الاساليب الخبرية. طب استفهام للنفي ولا التقرير ولا التعجب. ده استفهام منفي. زي قلم نشرح لك صدرك. اي استفهام منفي بتكون طبعا يكون الاجابة بتاعته للايه? للتقرير. يبقى ده استفهام للايه? للتقرير. ونشوف كده بنتنا نادا. سلام عليكم يا نادا. نادا من محافظة البحيرة. ازيك يا نادا? نعلي صوتنا شوية. ايه محافظة. طيب. اه متابعة معنا? ايه متابعة. تحب تشاركي ولا ايه ظروفك? اه اشارك. طيب شايفك كده الشاشة هنجيبها لك اهد الوقت. ظهرت ولا لسه? السؤال بيقول المحسن البديعية السائد في الابيات. انا بقول اوه عشان خاطر تبص الابيات. المحسن البديعية السائد في الابيات. شفتيها يا نادا? لأ ما ظهرتش على الشاشة فالس. بس على ما توصل البحيرة يعني هي ظهرة قدامي دلوقتي. جناس تصريع طباق ازدواج. ظهرت? اه. طيب. هنا انا عايزك بقى تقوليلي المحسن البديعي السائد في الابيات. هيبقى جناس ولا تصريع ولا طباق ولا ازدواج. نيجي للابيات كده مع بعض. شايفة البيت الاول? الظهر يومان. زا امن وزا خطر واخر البيت وزا قدر. ده بنسميه ايه في الشعر لما تفاقشة رايي البيت الاول في القافية? تصريع. تصريع. يبقى انا عندي تصريع. صح كده? عايزين نشوف بقى في حاجة تاني ولا لا? طيب امن وخطر بينهما ايه? طباق ايجاب. حلو اوي. والبيت اللي بعده صفه وقدر بينهما ايه? طباق. والبيت اللي بعده فوقه وقاعيه. يعني فوق وتحت بينهم برضو ايه? طباق. يبقى ايه المحسن البديعي السائد بقى? طباق. يبقى اجابتك ايه سليمة. يبقى المحسن البديعي السائد في الابيات طباق. معايا يا نادا. استخرج من الابيات تفصيلا بعد اجمال. تفصيلا بعد اجمال. هرجع للابيات كده ايه? اه يا نادا تاني. ادي الابيات اهيه. تفصيل بعد اجمال. تعالي كان نشوف البيت الاول. الظهر يومان زا امن وزا خطر. والعيش عايشان زا صف وزا قدر. فيه تفصيل بعد اجمال? ايه قال له هو قال الظهر يومان. صح. زا امن وزا خطر. الله عليك. العيشان. تفصيلها زا صف وزا قدر. برافو عليك يا نادا. صح صح معايا كده? وفخر لكل بنات محافظة البحيرة وبنات جمهورية مصر الايه? العربية. يبقى بالفعل كده اجابتك هنا. التفصيل بعد اجمال هيبقى اه اه زا امن وزا خطر وزا صف وزا قدر. عندك اي سؤال يا نادا? لا مشاكرة جدا. طيب شكرا ليكي وصعدة ابو مشاركتك تابعينا الاخر الحلقة. اه جميل او ان ابنائنا يبقى عندهم بصوا الجرأة للدخول على الهوى. امام يعني عايز اقولك كل ان شاء الله طبعا كل طلاب الصف الاول السنوية في مصر بيسمعوهم ويبقى عندهم ثبات فعالي كده في الاجابة على الاسئلة. نشكرك جدا يا نادا. طيب نشوف هنا بقى الناحو بقى فكهة اللغة العربية. لا يحب الناس الفتاة الهوجاء. عند تسنية كلمة الفتاة. نقول. تعال كده عايزين الاول نعرب. لا يحب الناس. الناس فاعل. الفتاة هتبقى الفتاتين. صح كده? يبقى انا عندي اجابات فيها الفتتين. هستبعد الصفرة الاولى. الهوجاء هنا نعطي يبقى المفروض هتبقى منصوبة. هنا لازم تفكر الهوجاء اسم ممدود. ممدود همزته ملها همزته مزيدة للتأنيس يبقى تقلب واو وهزود يأونون تبقى الاجابة عندي. لا يحب الناس الفتاتين الهوجاء وين. السؤال التالي. كن داعيا بين الناس بالخير عند توجيه الخطاب للمسنة. يعني انا بقول له كن. بكلم واحد. لما اوجه الخطاب للمسنة هيبقى ايه اتنين حلوة. وهقول ايه? هقول هي كن يا استاذ فعل امر مبني على السكون. صح. بس حرف العلة اللي في الوسط الوسط هي اصلها كانة. حزفة لعدم التقاء سكنين. طيب لما اجي اجيبها مسنة يعني اجيب الاسنين هتبقى منصوب. هيبقى مبني على حسف النون. هيبقى مبني على حسف النون اللي اتصاله بالف الاسنين. هيبقى اقول له كونا. هرجع الواو. عشان كده افسر لك ليه الواو جاء. يبقى كونا. طيب كونا والف الاسنين هتبقى اسم كانة. فبالتالي هتبقى هنا عندي الاسم موجود. هنا داعيا هتبقى الخبر هتبقى منصوبة يبقى بالياء والنون. طيب اه القعدة هنا داعي دي اسم منقوس بيحصل ايه بتحزف الياء ويكسر ما قبل الياء والنون يبقى ايه كونا. عفوا ان ده ده في الجامعة في المسنة بتزبط الياء ونزود النهايات يبقى كونا داعيين ومعنا بنتنا حبيبة من الفيوم. سلام عليكم يا حبيبة. عليكم السلام. ايه الاخبار? الحمد لله. يا هزين اللي امتحن? الحمد لله ايوة ان شاء الله جاهزين. تشاركي معايا في النحو? ايوة. انا اسمع ان الفيوم متميزة. تعالي كده اخد بالك. سمعت محافظتك في اجابتك للسؤال ده. الاعراب الصحيح لما تحته خط. جات الشاشة هي. لسه الشاشة ما ظهرتش قدامي. طيب. ما تفوقها هنقرأها على ما تظهر. ما تفوق احد من الطلاب الا المجتهدون. شفت السؤال? اه. حلو اوي. ايوة ظهر. بص بقى معايا يا حبيبة. ايوة. السؤال ده عشان اعرف اي مستثنة بعد الا. لازم احدد نوع ايه الاول يا يا حبيبة? نوع الاسلوب. حلو اوي. هنا بشوف في الاسلوب منفي ولا مزبت? انا بحاول ادردش معاكي عشان. الاسلوب منفي. حلو اوي. يبقى شوف بقى اه تم ولا ناقص. المجتهدون جزء من ايه اه حبيبة? المجتهدون جزء من الطلاب. من احد من احد. الله عليك جزء من احد هو ده كده عهدي بايه ابناء طلاب سر التفوق. يبقى هنا احد هنا هي المستثنى منه وبقى الاسلوب تم ايه حبيبة? هتبقى واجب ايوة هتبقى تم منفي. ايه دي بقى شوية ايه دي شوية عشان انت كده جدت هتلغبات اللي عملتين. التم منفي له 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 حالتان. الحالة الاولى ان يكون جائز? اه ان يكون جائز لناس بقى او يعرف بدل. خليكي بقى معي. المجتهدون دي بالله عليكي شكلها منصوب? لا. يبقى دور على حالة البدل. هي المجتهدون بدل من احد. اعربي احد ما تفوق احد. مين اللي تفوق? اه احد. يبقى احد فاعل يبقى المجتهدون بدل مالو يا حبيبة. مرفوع. هو الاجابة تبقى كده يا حبيبة. بدل مرفوع. برافو عليكي. طبعا شرفتنا وشرفت محافظة الفيوم وجمهورية مصر عربية. عندك اي حاجة تانية? لا شكرا يا ابن. شكرا لمشاركتك واتصالك وتبعين الاخر الحالة. هنا الاجابة بدل مرفوع زي ما قالت بنتنا حبيبة المتميزة. هنا بوركة داعي السلام. اه يا استاذ انا اخدت بال ان بوركة ده فعل مبني للمجول. ماشي يا عمي بس هو السؤال مش كده. السؤال بيقول تزبط ياء الاسم المنقوس لانه هحتاج انه مبني المجول. اه ممكن احتاجها. هو هس هو هنا بيقول تزبط الياء. ما قالش تحزف. تزبط ياء المنقوس في تلات حالات. ازا كان معرف بقل تب ده مش معرف بقل. في النكرة في حالتين. الحالة الاولى انها تكون نكرة منصوبة او تكون نكرة مضافة. طب تعالى كده بقى نرجع. انا قلت لك يا استاذ ما ابني المجول دي مهمة. اه بوركة داعي داعي دي نائف فعل مرفوع. يا استاذ النكرة المعروف المرفوعة بحز في الياء. لا ما هو كمل بقى. هنا كلمة السلام مضافة ليه? يبقى نكرة مضافة. سواء كانت مرفوعة منصوبة مجرورة ملناش علاقة الياء بتثبت. يبقى لانها نكرة مضافة. سؤال اللي بعد كده عدى الفريقه سريعا ما عدى لاعبا. الطالب شاف عدى قال لك دي اداة استثناء بيجي وراها لو هي ما فيش ما يجي وراها فاعل اصدق اسم مجرور او مفعول به. لا هي عدى هنا بمعنى الاستثناء. عدى هنا في بداية الجملة يعني جرى. عدى الفريق يعني الفريق كله جري. خلاص مين اللي عدى الفريق تبقى دي فاعل. ما عدى لاعبا اه الا لاعبا هي دي بقى اللي هي تنفع معايا. طب ما عدى قبلها ما يبقى اللي يجي وراها على طول مفعول به. يبقى على الترتيب الفريق فاعل ولعبا مفعول به يبقى نختار الاجابة دي. ان الرادي بقضاء الله هو الاطقى. عند جمع اسم ان نقول. اه اسم ان هنا الرادي اسم منقوس. عند جمعه تحزى في الياء ويضم ما قبل الوا والنون ويكسر ما قبل اليا والنون. طب اسم ان منصوب يا استاذ. يبقى ان الراديين بقضاء الله هو هتبقى هم. الضمير المنفصل بيبقى ضمير مبني في محل رفع مبتدأ. واللي وراه خبر يبقى الاطقى هنا خبر مرفوع. بس الاطقى يا استاذ اسم مكسور. قعدته ايه في الجمع المذكر السالم. تحزى في الالف ويفتح ما قبلها. يبقى ان الرادينا بقضاء الله هم الاطقون. ونحن والحمد الله راضون. ليس في الفصل سوى طالب. السؤال اللي قلت بيلغبط في تحديد نوع الاسلوب. هو عايز اعراب سوى. سوى بتاخد اعراب طالب لو فيه الا. فانا هتخيل ان الجملة فيها ليس في الفصل الا طالب. صح كده? تعال كده. طالب جزء من مين? جزء من الفصل يا استاذ. لا احنا قلنا الحلقة المادية. طالب مش جزء من الفصل ده جزء من الطلاب. يبقى الاسلوب نقص منفي. يبقى في الفصل طلاب. في الفصل هنا شبه جملة خبر مقدم. طالب هنا المفروض بتبقى ايه مبتدأ مؤخر. يبقى مين اللي هيبقى مبتدأ مؤخر سوى. سامع طالب بيقول لا يا استاذ. سوى مش مبتدأ مؤخر. احنا اتفقنا في وجود اداة النفي ليس بتحزف لفظا ولكن لا تحزف عملا. يبقى ايزا هنا سوى هتبقى اسم ليس مؤخر. طب ما انا يا استاذ عندي ايجاتين. اسم ليس مؤخر منصوب. طب اسم ليس اصلا بينصب. طيب اسم ليس مؤخر مرفوع. اه مرفوع بالايه. بتضم المقدرة. لان اه لان سوى هنا بترفع بحركات تقديرية وتنسب وتجر ايضا. اكتب بقى وصلنا للتعبير. عايزين كده نلحق نقول في حاجة. اكتب في ملازين عن سطر واحد. تعليقا على الصورة التالية تعبر فيها عن القيمة التي تشير اليها مراعيا سلامة الايه اللغة. تعال كده نشوف قدامنا كده الصورة ايه. طبعا دي صورة تمشيا مع الايه مع الاحداث الجارية اللي احنا فيها. صورة اشخاص. اه طبعا فيها اشارة ان هما طبعا من كل يعني مثلا ان فيه شخص عربي وشخص اخر من اي جنسية اخرى. المقصود هنا ان عايز اتكلم على العالم كله. ووراهم طبعا الفيروس اللي ايه اه الشهير طبعا اللي هو اصبح اشهر حاجة اللي هو بندعو الله سبحانه وتعالى ان يحفظ مصر ويحفظ العالم كله من ايه من هذا او من خطر هذا الفيروس. طب الصورة دي ايه القيمة اللي ديتها لك? خد بالك بقى انت هتكتب ملهاش اجابة نموذجية. يعني انت هتقول كل اللي يخطر على بالك. يعني فيه طالب كده هيبص هيقول لك ايه? الوقاية خير من الايه? من العلاق. صح? هو شاف كده ان هو هيقول الوقاية خير من العلاق. البس الكمامة او ارتدي الكمامة حتى لا ايه? حتى لا تتعرض للاصابة. طالب تاني هيقول حاجة تانية. طالب تاني قال لك ايه? اتباع التعليمات الصحية يحميك او يجنبك خطر الامراض. اجابة صحيحة. اكتب كل ما يصل الى ذهنك او يصل الى خاطرك عن هذه الصورة او وتراه يعبر عن هذه الايه? الصورة. تعبير الوظيفة طبعا بيجي ممكن تعليق زي دوت. ممكن يجي اه حاجات كتيرة قوي ولكن اشهرهم طبعا التعليق والاعلان وممكن يبقى الايه? الدعوة. احنا المرة فات قلنا اعلان وما عملناهوش لو فيه وقت ان شاء الله هنعمله بس بعد ما ناخد الموضوع الاجباري او عفوا الموضوع المقالي. اللي هو التعبير الابداعي. اكتب فيما لا يقل عن عشرة اسطر ولا يزيد عن خمسة عشر سطرا عن. برضو موضوع احداث ساعة. المحافظة على البيئة واتباع الارشادات الصحية السليمة. اولى الخطوات لحماية ارواحنا وصيانة ايه? وطننا. يبقى هنا لحماية ارواحنا وصيانة وطننا ان احنا نحافظ على البيئة نتابع الارشادات ايه الصحية. عايزك تفهم انت لما بتيجي تكتب موضوع تعبير يعني حاول تبص كده معي لما تيجي تكتب موضوع تعبير. هو طلب مني ايه? طلب مني ان انا اكتب موضوع فيما لا يقل عن عشرة اسطر ولا يزيد عن خمسة عشر سطرا. يبقى المعلومات اللي عندي كده ان هو من عشرة لايه لخمستاشر. نحاول نجيب لابنائنا كده الصورة عشان نكتب يبقى من عشرة لايه لخمستاشر. صح كده? يبقى انت ما تقلش عن عشرة وما تزودش عن خمستاشر. احنا قلنا بنكتب في التابلت. هتكتب في التابلت بالطول هتكتب في العرض انت موضوعك تقسمه على هيئة فكرات. يعني ادي مثلا التابلت اهو كده. وليكن عندي المربع دوت. ايه ده هو التابلت. هتيجي تبدأ انت كده هنا هتسيب مسافة كلمة دي مش هتكتب فيها حاجة. فاول فقرة اللي هي البيضة ديت اللي هي بداية الايه? الكلام. وتبدأ تكتب من اول بقى ايه هنا الكلام اللي انت هتكتبه. اه مش لازم انت يعني لو عامل بالتابلت بالعرض مش لازم تعمل للاخر. المهم الكلام يبقى متواصل. خلصت ها? جيت في الفقرة ديت او انت عم اقسم موضوعك لافكار. خلصت. خلصت الفقرة اللي دي. تحط نقطة وتبدأ من الاول. وفي الاول برضو هتسيب لي مسافة ايه كلمة وتبدأ تكتب وهكذا. يبقى هنا اه جماليات الموضوع بتاعك او اساسيات كتابتك للموضوع ان انت لازم تكتب موضوع التعبير بتاعك على هيئة فقرات. لازم تراعي. تراعي ايه? لازم تراعي علامات الايه التركيم. طيب. هنا تراعي ايه كمان? تراعي الاخطاء النحوية. يعني تراعي حتة الاعراب رفعا ونصبا وايه? وجرا. اه يفضل طبعا في الموضوع بتاعك لو استشهدت مش بمقدمة من المقدمات المشهورة اللي معروف ان الطالب نائلها ولكن تستشهد باية قرآنية تستشهد بقول مأسور ببيت شعر. المهم ان انت تحاول تدي للموضوع بتاعك دوائر قوة وسلطان. يعني ايه دوائر قوة وسلطان? يعني بتعزز الموضوع بتاعك بالايه بالايه بالالفاظ وباقوال يعرفها الايه المصحح حتى يعطيك اعلى الدرجات وفي نفس الوقت تخدم فكرة الموضوع. ما ما ينفعش تجيب لي اقوال ما لهاش علاقة بالايه بالموضوع زي الطالب اللي حافظ حاجة بيحطها في كل ايه في كل موضوع. طيب تعالى كده لو جالك الموضوع احنا عرفنا لو جالك تعليق. المرة اللي فاتي كنا قايلين اكتب اعلان عن ندوة تقيمها مدرستك بعنوان تكنولوجيا التعليم. مدكش غير هذه المعلومات. فانت كده تعالى شوف لو هتكتب اعلان عن ندوة هتكتب فوق كده هنا كلمة اعلان. ماشي. طبعا انت مش هتسطر على التابلت عشان تبقى فاهم مش هتقدر تسطر ان انت تعمل مربع او الكلام ده. هتكتب اعلان. هو قال تعلن ايه مدرستك او تعلن المدرسة. يبقى تقول له كده. تعلن مدرسة. ما ننفعش ان انا ما ننفعش ان انا نكتب اسماء مدرسة كزا. مش هكتب اسم الايه المدرسة. عن عقد ندوة. عن عقد ايه? ندوة اللي انا قلتها بعنوان. انا اديتك اللي عنوان اه يبقى بعنوان ايه? تكنولوجيا. الايه? التعليم. صح كده? وزلك يوم. لازم تحدد. ما انت مش هتعمل ندوة وخلاص كده. وزلك ايه? يوم. يوم كزا. يعني اليوم ده السبت الحد الاتنين. مش هتحدده. الموافق كزا. برضو مش هتحدد الايه? اليوم دوت موافق ايه? مثلا انت هنا عامل ندوة. هنا السؤال ما اوضحش. هل هي ندوة عن تكنولوجيا التعليم? ندوة عامة للمجتمع حواليك ولا للمدرسة? فاحنا نتعامل على انها ندوة خاصة بالايه? بالمدرسة. الموافق كزا. وزلك ماشي في الحصة الايه? كزا. الحصة التالتة الرابعة الخمسة انت مش هتحددها ايه? في الحصة كزا. ممكن بقى تقول بقاعة الندوات او ممكن تقول بمكتبة الايه? المدرسة. طبعا ده نشاط داخلي. يبقى مفيش داعي غير ان انا اكتب بقى تحتيه التوقيع بتاعه. هقول جماعة الايه? الندوات. جماعة الايه? الندوات. مش هقدر اكتب هنا الدعوة عامة طالما انا عامله داخل المدرسة لسبب واحد ان انا هعمله في الحصة ديت. يبقى هنجيب الفصول اللي هي مش فصول ان هي عليها حصص مثلا اساسية. لا لو فيه فصل الفصل دوت او اختار من كل فصل عدد من الايه? من الطلاب اتنين مسلا من الطلاب او من الطالبات. وهما بعد كده يبقى بدورهم يحدسوا او يكلموا زملائهم في احدى الحصص عن موضوع الايه? الندوة عشان خاطر ما خلش بنظام اليوم الايه? الدراسي. لازم تفهم الحتة دي. طيب ده كان نموذج الاعلان. جالي نموذج تاني قال لي دعوة. اكتب ايه? دعوة. قالك مسلا اكتب ايه? دعوة. لحضور مجلس الاباء بالايه? بالمدرسة. خلاص احنا ليه بنواجه كل كل كلامنا عن المدرسة عشان خاطر احنا بنتكلم في تعليم. يبقى بالتالي انا بتعامل معك طالب. يبقى طالب يبقى هنا مكانك او محل اقامتك العملية هنا لايه? المدرسة. فقال لك دعوة مسلا لمجلس لايه? الاداب. لمجلس عفوا لمجلس الاباء. طيب هعمل ايه بقى? هكتب كده السيد. هكتب طبعا في وسط السطر فوق الدعوة. وهاجي هقول السيد ماشي نقط. ولي امر او بلاش الشرطة ديت. السيد ولي امر الطالب نقط. لان انا هنا كده ببعد دوت مع الطالب يوديه لولده. تحية طيبة وبعد. لازم ادي له التحية بتاعته. تحية طيبة وبعد. خلاص? هنقول بقى كده ايه? اه تتشرف مدرسة كزا بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع مجلس الاباء. وذلك الحاجات بقى اللي انت عارفها يوم كزا الموافق كزا ماشي. ممكن نقول هنا بقاعة الايه? بقاعة الاجتماعات. فيه حاجة عايزة اقولها بقى. مهمة قوي. لحضور مجلس الاباء. قبل ما اقول وذلك يوم كزا الموافق كزا. ممكن اقول هنا ايه? ممكن اقول لمناقشة الجدول الايه? الاعمال. او لو عندي نقطة بس هو الافضل يقول لمناقشة النقاط الوردة بجدول الاعمال. بس هنا بقى لما اجي هوقع هوقع هنا توقعين بقى اختلفت هنا الامور. مجلس اباء يبقى ممكن اقول كده هنا الاخصائي ها الاجتماعي على اساس هو المسؤول عن الحاجات ديت. وهنا مدير الايه? المدرسة. بحط توقعات? لا بحط كده ايه? شرط. ممكن كده انا جبتلك اشهر تلات ايه? حاجات. خد بالك بقى يعني حاجات بسيطة كده نتكلم فيها اه قبل طبعا ما تنتهي حلقتنا. المفروض ان انت دلوقتي من النهاردة كده خلاص الامتحان بكرة ان شاء الله انت ما عندكش اي حتة الرعب شوية والفزع لانك انت امتحانت الامتحان التجريبي. يعني ابنائنا اللي جات لهم الحمد لله الشجاعة واللي هما بالزبط بينفزوا تعليمات الوزارة ودخلوا على الامتحان المرة اللي فاتت اكتسبوا خبرات واكتسبوا ايه تجارب رغم ان الامتحان كان تجربة. اللي ان هما عاشوا الاجواء. الامتحان اللي هو بقى ان شاء الله غدا ده بقى لازم تبقى عامل حسابك امتحان عليه درجات في نجاح في سقوط وحسب كلام وزير التربية والتعليم ما اثاره او ما قاله من التصريحات ان اللي هيدخل امتحان او درجاته هتبقى اقل من نص هيعمل ايه هيبقى له دور ايه ثاني. ان شاء الله انا وثق في ربنا سبحانه وتعالى جامد وعندي ثقة ويقين انه هيكرمكم ووثق في امكانياتكم ووثق في قدراتكم انتم ان شاء الله ادهوا قدود. طب هنعمل ايه? زي ما قلت في فصل الدراسي الاول. شوف حلقات المراجعة من ساعة ما بدأت حلقات المراجعة واعد يتفرج على حلقات المراجعة كلها. احنا بنرجع بان مثلا اكتر من ثلاث او اكتر مثلا من خمس ست سبع كمان تمن حلقات. لان طبعا بعد تخفيف المنهج بدأنا ان احنا نعمل مراجعات. رجعنا النحو على حلقتين. رجعنا البلاغة اه في حلقة. ان شاء الله اه ربنا يوفقكم. اشكركم ابناء الاعزاء على حسن استماعكم. اشكر زملائي العاملين بقناة مصر التعلمية على جهديهم الوفير. وادعو الله عز وجل ان يحفظ بلدنا مصر من كل سوء وكل داء. وان يكون النجاح حليفكم دوما ايها الابناء. السلام عليكم ورحمة الله.